من وجهة نظرك انت شايف الأفضل عمر السلية بالأرقام ولكن ناس كثيرة برضو شايفة أن ياسر إبراهيم هو واحد من أفضل اللي عابين في هذه المباراة طبعا هم يمكن التلاتة الأبرز قوي يعني في المباراة دي رقم واحد عمر السلية رقم اتنين ياسر إبراهيم طبعا متفق مع حضرتك ياسر إبراهيم عمل ماتش في المنتهى الروعة هو الأكثر قطع القراط في المباراة برسيد 27 مرة نعم رقم كبير جدا مدافع بيتمركز بشكل كويس في الالتحامات الهوائية دايما بيبواف على بقايم اليمين في العرضيات لأ تمركوزه عشرة على عشرة مكسب كبير جدا ياسر إبراهيم وعمر السلية ومحمد هاني وييجي بعدهم ناصر ماهر دول التلاتة اللي يستحقوا يعني بصراحة التقييم العالي كانت تتقاط شديد لشام محمد ما بين شوطين مباراة لكن تعالي في الشوط التاني الشوط التاني لا زبط شوية معد القطع القراط بتاعكم كويس يمكن هو رقم تلاتة في الفرة الشوط التاني برضو حتة التدوير في الكورة لشام محمد الشوط التاني كان أحسن شوية ومحمد هاني برضو مستوى زاد الشوط التاني لكن لازم لازم واقفة مع لعيب النادي الأهلي تحديدا في اهضار الفرص النهاردة النتيجة كيف ممكن تبقى خمسة سفرة اربعة سفرة والماتش انت سعبته على نفسك لوحد واحد حطين يدين على قلبنا في ضربة سابتة في الآخر إذن اللعيبة لازم النهاردة أنا شايف وجهة نظري المشكلة النهاردة أو السلبية في اللعيبة مش في لازارتي الماتش اللي فات كنت بانتاكد لازارتي الماتش دا تحديدا لأن المدرب دوره ايه نهو يوصل للعيبة للجون دا دوره ان انت النهاردة رايح بخمستاشر ولا ستاشر محاولة على المرمى دا دور المدرب لكن المش حينزل بقى هو اللي حيحطوا الكورة جون دا أخطاء ورعونة من اللعيبة خاصة تحديدا رمضان صبحي سن الشحات أجاهيه ناصر مهر برضو في بعض الأوقات لكن دول بصراحة ضيعوا فرص ما تضعش يعني فيه فرصة كانت ما بين رمضان صبحي لو نجيبها حتى وققى ايه بيتعزموا على بعض شوية لعبها له شوية تاني لعب فرصة ما تضعش يعني هتفضل الشايح حاضر لا هتفضل انت اه يعني بيتعزموا فيها على بعض فده لازم وقفة مع لعيب النادي الأهلي في حكاية قدرية خاصة لازم احساس بالمسؤولية في المرحلة اللي احنا فيها المرحلة اللي احنا فيها ان انت تحت المنافس بتاعك نادي الزمالك بستة نقط ما ينفعش ان انت تخسر نقطة وانت عايز تضغط عليه ان خلاص الاسبوع ده اسبوع مصيري فانت مباراة زي دي مباراة مصيرية انت بتقربك من المنافس خلت الفرق النهاردة ستة نقط ان شاء الله يعني يحصل تعصر نادي الزمالك في الاسبوع ده الفرق ايه اللي اكتر فلازم اللي عيب تحس بالمسؤولية انت مش بتلعب مات شوية دي مش بتلعب مسلا انت مش حاسم السدارة بفرق 12 نقطة وبتلعب لا انت انت اللي تحت وانت اللي عايز تقرب وبنشوف اهدار فرص النتيجة تحولت من واحد كانت هتبقى من 40 إلى 50 كانت هتبقى واحد واحد طب ليه يعني لازم واقفة كبيرة مع العيبة تمام دي برضو احدى الفرص الضقيعة في المباراة المحلوب دي في السواني الاخيرة في كرة قبلها بقى اللي يتعزموا فيها اه لا اللي هو بسهار ودهار 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 هو واضح يعني doors المرحلة دي Seth المرحلة دي محتاجة ان انت تستغل للفرصة يعني لو اللعب بيجيله فرصتين حتى تسجل واحدة لكن مش بيجيلك اتنين تضايه على الاتنين يعني مسلا رمضان صبح النهار دا راحت جون مرتين مضايه على الاتنين هسين الشحات راحت جون مرتين مضايه على الاتنين ناصر ماهر راحت جون tlaces مرات مضايه على اثنين اه هي دي اللي انت بتتكلم عنها اه هي دي اه دي كرة انا مش عاقل اجايه ما حطهاش لي وبعدها عزلنا دي عايزة تشيب خفيفة في الزوية البعيدة على شمال الجول بايم في الارض كده وفارد جسمه شلة خفيفة كرة اللي هي ازدان لما لعبها في كاس امه الافريقية محمد ابو تريكا كاسين محمد طبعا يعني نفس الكرة كده حطهت الزوية لي هنا عامل تلع شوية عافل عليه عافل الداياه في شمال بطاعة عالية بس سنة هو نام قريدي خلاص يا اسما هو نام بص يعني امتا جود يعني حتى رمضان بيقول له يعني حاولت تدخلها اه خلاص انت يعني هو ما كانش متوقعا نحن عنه انت انه النهاردة كويس لما يجي لك درس زي ده